موسيقى حياكم الله مشاهدينا ومثل ما تعودنا دائما ما نسلط الضوء في حلقات نهاية الأسبوع على الجهود الشبابية ونستعرض معكم قصص نجاح بلغ أصحابها أهدافهم في عالم الأعمال حيث بدأوا رحلاتهم من الصفر ثم أثبتوا جدارتهم في تحدي الظروف واجتياز الصعاب كذلك حتى وصلوا إلى الهدف ضيفنا اليوم الأستاذ راشد بن عابر ألهام لصاحب مشروع بن عابر للمأكولات أهلا وسهلا وسهلا بالخير أهلا وسهلا فيت حياك الله الله يحييت مشروعك بن عابر للمأكولات لو تعطينا وتعطي مشاهدينا فكرة عن هذا المشروع شوف أنا برجع يارتش من البداية شوية نعم أنا كنت طالب في التقنية في دراستي العليا نعم واخترت مجال البزنس لكي أدرسه يعني وأنا ما كان عندي سبب معين أني أدرس بزنس فدرست بزنس وشفت نفسي الحمد لله الله وفقني فيه وكنت فالح فيه كان ميولك في البداية ما كان ميولي لكن يوم درسته ويوم شفت هذا التخصص اكتشفت نفسك نعم الله الحمد يعني الحمد لله فمشيت في هذا التخصص ومن ثم من بعدها يعني دخلت في فقام يمشي لي راتب وأنا يعني كنت أتلاقى مع السياح الأجانب وكانت فيه محادثات بيني وبينهم فكنت دوم أسمع هالسياح الأجانب يقولون أنتم محظوظين أنتم محظوظين ما كنت أفهم شو قصدهم بالضبط يعني كان يقولون أن أتكم دبي دبي مكان وايد قوي للأستثمار نعم يقول ليتني وليتني لفتو نظرك يمكن على جانب أنت ما كنت مهتم فيك وانا دولة الإمارات بشكل عام يعني تعتبر سوق قوي يعني مثل هاي المشاريع الناشئة بالضبط نعم فيتني هالفكرة وقلت ليش لا يعني فقمت يمع من مصروفي الخاص الذي حصله من السبونسورشب وعساس أن في المستقبل أفتح لي المشروع مع شيء ومرت الأيام وسيدي صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي نعم أمر بافتتاح المطاعم المتجولة بسيارة بعربة المأكولات صحيح ضغطها تكون باسم التموين فالله وفقنا الحمد لله الحمد لله وفتحت في بداية مشروعك يعني من كان الجهات أو الناس الداعمين في بداياتك سواء بالخبرة أو بيمكن المادة أو بأي نوع من أنواع الدعم أهلي وبشكل خاص الوالدة هي دعمتني بشكل كبير والحمد لله الوالدة عندها الخبرة في هذا المجال نعم في بداياتك ما كان هناك مثل يمكن هواجس يعني كونك أنت جديد في هذا المجال هواجس لا سمح الله الفشل أو الخسائر يعني كون أن التجارة ربح وخسارة فكيف كانت نظرتك هل كنت متفائل أو أنك حذر فكيف كانت خصوصا في البدايات رغم أن هذا الشيء مر علي وائد في محلة الدراسة نعم أنه بتاخذ رسك وتاخذ رسك وأنه ما في بزدز بنوا الرسك وكلما زاد الرسك كلما زاد العائد في الربح لك صحيح اللي هي نسبة المخاطرة نعم الرسك اللي هي المخاطرة بالضبط فمع هذا ومع علمي الشديد بس بعد يتني ما قلت لهواجس وياني تفكير سلبي شوية لكن شجعت شجعت نفسي شجعوني الناس أهلي كلموني وحب الله صحيح مثل هذه المشاريع تحتاج يمكن لجرأة خصوصا إذا كنت جديد على الساحة يمكن لكن كونك أنت درست تجارة يمكن أو ريادة الأعمال يمكن هالشي يساعدك أكثر كونك دارس هالشي كيف وظفت دراستك في أعمالك أنا ثلاث سنين دارس جنرال بزنس تجارة عامة يعني نعم تجارة أعمال عامة لكن في سنة الرابعة درست استراتيجية وجودة الاستراتيجية والجودة تضمن للواحد أن البزنس ماله ينجح بحيث أن نفع الكفاءة نخطط بالضبط أي استراتيجية نتبع هي خطة من البداية إلى النهاية وتتجدد اللي هي دراسة الجدوى ولا شيطاني دراسة الجدوى الجودة 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 نعم فالجودة تخلي البزنس يكون بكفاءة عالية صحيح فهذا الشي ساعد وائد زين الآن نحن تكلمنا عن تفاصيل البدايات لكن ما وضحنا الفكرة فكرة مشروعك للمشاهدين لو نوضح لهم الفكرة فكرة المشروع هو أول شيء هو مطعم نعم في محل ثابت وفي اللي ميزة في عربة متنقلة نعم العربة فيها مطبخ صغير خاص فيها وعندها أماكن نسير فيها يعني نسير في العربة ونوقف فيها نفس أن الناس يتعبدون على هذا المكان ويستطيعون نقطة تجمع بالنسبة لهم صحيح أن نوقف العربة هناك ويتم الطبخ هناك يعني العربة ثابتة أم كل فترة تغير مكانها؟ في أماكن مسموحة اللي يحددوننا إياها نعم بس هي بعدها قليلة شوي يعني لكن إن شاء الله مع الأيام بتكون أكثر بالأماكن بإذن الله طبعا يعني خصوصا في مجال المطاعم هناك يمكن منافسة كبيرة في هذا المجال فلازم كل مشروع لازم يمكن يبذل قصارة جهدها علشان يبرز ويتميز فشو المميز ما المميز في مشروعكم علشان خلا يبرز بين باقي المشاريع ما شاء الله مشروعنا عندنا إحنا أكلات شوية خاصة نعم مثل برقر الحوار عندنا برقر الغزال وهذه أشياء يعني ما نشوف لها وجود وايد يعني صحيح بالفعل نادرة نادرة فيها ندرة يعني نحنا خططنا أن كيف نسوي صناعة محلية بس بنكرة عالمية السياح والأجانب يوميون يزولون البلاد يحبون يجربون أشياء غريبة صحيح في ناص عندهم هالشي هواية بعد أن يجبون أشياء غريبة صح فاللي يسمع في كامل برقر بالإنجليزي يقول شو هذا أبغي أجرب أبغي أسوي مش على مستوى السياح يمكن حتى المواطنين قاموا يتوجهون هذا التوجه يحاولون أنهم يجربون المأكولات الغريبة فمثل هذه المأكولات هل تحتاج لعناية خاصة معاملة خاصة كيف ولا هي حالها حال باقي المأكولات نحنا عن نفسنا طبخنا كل يتم عن طريق الشوي نعم نشوف طريقة صحية أكثر ما نستعمل الزيوت وهل الأشياء نبع الأكل بقدر المكان يكون صحي بالنسبة للمستهلك اللي يشتري واللي يأكل نعم ذكرت من الأصناف اللي أنتوا تقدمونها اللي هو الحوار مع اللحم الغزال هل في أصناف أخرى يتم تقديمها؟ في عدة برقر ها أربيان هذا شيء متداول يعني موجود نعم هذا يعني هاي ثلاث أشياء الأساسية نعم متخصصين في البرغر نعم متخصصين في البرغر يعني بكل أشكالها يعني أنت ذكرت أنه عندك عندكم المحل القائم ومعه العربة المتنقلة أيهما كان افتتاحها أسبق هل العربة أم المحل؟ هو المحل افتتاحها كان أول قبل العربة لأن الشرط الحصول على العربة أن نفتتح محل يكون يكون اسمه في الضغطة المحل التموين يكون تموين المأكولات عشان نفتح نفتتح العربة لازم كنا نفتتح المحل أول بس أن العربة كان هدفك الأول كانت كفكرة كيف شفت الأقبال على المحل يعني كبداية يمكن أن تتجرب هذا المجال يعني أنت يمكن فتحت المحل كتجربة مبدئية صحيح قبل ما تنتقل للعربة أكيد صحيح هل تم يعني شفت أن الأقبال كبير على هل النوع من الأكل؟ والله هو أول شيء الحمد لله الأقبال كان شبه متوسط نعم فهذا الشيء بعد شجعني زيادة لأن العربة بتسوي كأنها دعاية للمحل الأساسي لأن الأقبال كان شبه متوسط فاستعملنا العربة بشكل أكبر نوع من الدعم على مستوى الزباين خلوا نقول المواطنين أهل البلاد شو يفضلون أكثر؟ الطلب عليه زايد برقر الحوار يمكن لأنه شوية غير متوفر في كل مكان يمكن يبون يجربون الناس يبون يعرفون شو هذا نعم هل واجهت يمكن صعوبة في مثلا إدارة المشروع كون أنه حين ما شاء الله أن نتفرع أو أنه يعني كونك بديت خطوة بخطوة قدرت أنك ترتب أولوياتك وتسيطر على الموضوع وقدرت أنك تتوسع ما شاء الله هو أكيد واجهنا صعوبة كل بزنس في البداية لأنه أرض الواقع غير عن الذي نحن مخططين فيه نهاية الظروف تلعى الدور الأجراءات وايد أخرتنا وضغوطات وايد كانت علينا لكن الحمد لله مشت الأمر لو نتكلم عن بعض التحديات التي واجهتكم في بداية المشروع يمكن الأشخاص الذين ماشيون في مشاريع قائمة مسبقاً عندهم الخبرة في متطلباتك المشروع لكن يمكن أنت كأول مشروع لك في هذا المجال ما هي التحديات التي واجهتك في مشوارك التجاري؟ بشكل أولي الإجراءات وايد واجهنا مشاكل في الإجراءات الواقع ما كانت تمشي الشغل توقف فترة وكنا نبني ناس مختصين يعني عندهم خبرة وهالشي وهذا صعب الشيكان نعم كل ما نحصل حد في النهاية كان يرفض ما يبغي والمحل أول ما افتثناه كان مكانه وايد بعيد والناس ما يعرفون عنه فمن ناحية الإعلامية حتى أبداً أن المكان موجود بس كأنه مو موجود في نظر وايدين يعني وين مكان المحل؟ المحل الثابت في المدام نعم فما كان يمكن يعني الناس ما عندهم خلفية أو فكرة عن هذا المحل فحتجت أنه يمكن كنوع من الترويج أنك أنت تنتقل لمشروع العربة المتنقلة أو السيارة المتنقلة بالضبط كمطعم خبرنا عن الانتقال من المحل لهذه العربة كيف يعني هذه خطوة كبيرة أنك أنت تنتقل من محل ثابت؟ يمكن السيارة تحتاج أمور خاصة أو جهيزات خاصة؟ يعني مش أي سيارة تتحول مطعم لازم فيه اشتراطات معينة؟ خبرنا عن هذا التحول هو نحن طالبين السيارة هذه العربة المتحركة طالبينها بشكل مخصوص تكون جاهزة بهذه الطريقة كنا نعم بس الصعوبة في الأشخاص اللي بيشتغلون فيها نعم بحيث أنه أول ما بيشتغلون فيها فمسألة ممارسة فقط كانت بالنسبة لهم نعم لو توجه كلمة أخيرة للشباب المقبلين على مثل هذه المشاريع؟ أول شيء التوفيق من الله نعم والذي كله مجتهد النصيب والذي بيسعى وره شيء ترى الثمار موجودة إن شاء الله والله يوفق الجميع إن شاء الله نعم كل التوفيق لك أستاذ راشد بنهابر وموفق إن شاء الله في مشروعك للمأكولات إذا شاء الله خير للمأكولات